عندما تهم بالدخول في أرويقات هذا المكان يخيل إليك وكأنك تستحضر حقبة تاريخية بتفاصيلها العريقة وأضوائها الخافتة وأصواتها القديمة هنا متحف نابليون بونابرد الذي افتتحته إحدى الفعاليات الثقافية التابعة لمعرض يورو إكسبو باسم نابليون ما وراء الأسطورة في مدينة الياج من الواضح أنه معرض مثل نابليون يطلب الكثير من الوقت والكثير من التحضير وبالتالي يستغرق الأمر عاما كاملا على الأقل لجمع الفرق لتكون قادرة على القيام بعملهم على مستوى جيد من التصميم وعلى مستوى جيد من السيناريو وعلى مستوى بناء المجموعات افتتح المتحف في الثالث من مطلع الشهر الجاري على مسافة تبلغ 3000 متر مربع يضم المكان المئات من المغتنيات وأهم المحطات التاريخية في حياة القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرد تبدو التصميم الداخلية للمتحف في هيئة عريقة وبأفكار ذكية تم الاستعان بها عبر المؤثرات الصوتية والمجسمات لترسم تاريخ هذا الرجل بالصورة الأقرب للحقيقة والحدث مثلت المراحل التاريخية الرئيسية في حياة نابليون بونابرد اهتماما كبيرا تجلى في منظومة العرض المتميزة والتي أظهرت التسلسل الزمني للأحداث في حياته القصيرة على نحو مختلف ومتجدد بدءا من تدريبه العسكري ومعاركه التي انتصر فيها حتى يوم وفاته من الواضح دائما أن هذا هو التحدي والتحدي لمعرض مثل نابليون ومثل معرض تتغنغ آمون قبل قمنا بجمع سلسلة كاملة من الأشياء والملابس والكتابات والأسلحة والمجموعات خاصة بنسبة لنابليون وما زلنا محظوظين لأننا لدينا أكثر من 300 قطعة أصلية تأتي من المتاحف والمجموعات الخاصة ومن المهم بنسبة لنا أن يكون هذا هو المجر عمدت إدارة المعرض على تسهيل رحلة البحث للزوار في اكتشاف الكثير من تفاصيل حقب تاريخية ارتبطت بنطاق النفوذ والسيادة التي كانت تحت إمرة القائد نابليون وكذلك تم تسليط الضوء على امتداد شجرة عائلة الإمبراطور التي صممت بطريقة مبسطة سيستمر المعرض في فتح أبوابه للزوار حتى التاسع من شهر يناير القادم من العام 2022 حيث ستظل هذه اللافتة الكبيرة قائمة وسط محطة القطار الرئيسية لمدينة الياج في طار إشهار يتزامن مع هوية الشخصية التي يختارها المعرض في كل مرة تحضر المتاحف والمعارض باهتمام كبير من قبل الهيئات السياحية والثقافية هنا في بلجكا لسيما وعندما يتعلق الأمر بشخصية فرنسية تاريخية مثل القاد العسكري نابليون بونابرت هذه الشخصية التي وقع عليها الاختيار لتكون معروضة حتى العام القادم سامح رمضان أم فان كاتر من مدينة الياج ترجمة نانسي قنقر